نغوص في تفاصيل ما ورد في البوليتيكو مع ضيفي الليلة في الاستوديو مدير عام سكاينوز عربية نديم قطيش نديم أهلا بك معنا في استوديوهات غرفة الأخبار الليلة مساء الخير يعطيك العافية بداية ما مدى صحت وضقت ما ورد في البوليتيكو أنا أعتقد أن ما قالته ببوليتيكو صحيح وليس جديدا بأن على الأقل فيما يعني الإمارات أن الإمارات أبلغت الجانب الأمريكي أنها غير معنية بأن تستخدم أراضيها لضرب ميليشيات موالية لإيران أو لضرب إيران هذا الموقف أبلغ من القيادة الإماراتية من سنتين تقريبا في زيارة جيك سوليفن على ما أذكر سبتمبر 2021 جيك سوليفن كان هنا وسمع من القيادة الإماراتية كلام واضح الموضوع ليس مرتبط بأحداث غزة لا لا أكيد لا أكيد لا على كل حال الموضوع مثل ما قالت أديم وتسريبه اليوم ببوليتيكو هو قرار سياسي يعني هناك في الإدارة الأمريكية من قرر لأسباب سياسية أن يسرب هذا الخبر وبالتالي أصبح النقاش حول هذا الخيار الخليجي الإماراتي السعودي موضع نقاش يعني مش لا موضع نفي ولا مضع نعم هناك سياسة لا تريد أن تستخدم هذه الأراضي للمواجهة العسكرية مع إيران المباشرة وغير المباشرة قبل ما أغوص في ذلك وراء ذلك أو وراء تسريب الموضوع قرار سياسي شو اللي تريد واشنطن من الاعتراف بذلك بوضوح بما أنه الموضوع يعود إلى سنوات الولايات أنا أعتقد أنه جزء من التخبط الأمريكي نحن أمام إدارة أمريكية قامت بإزالة الحوثي مثلا عن لوائح الإرهاب لتعود وتضع الحوثي على لوائح الإرهاب أمام إدارة كانت هي من يدعو لضبط النفس وعدم السلوك العسكري في اليمن هي اليوم من تقوم بالسلوك العسكري في اليمن كانت تدعو إلى الحوار مع الفصائل المسلحة الموالية لإيران باعتبارها مكونات وطنية ينبغي الحوار معها وتأسيس مساحات مشتركة معها في العراق وفي لبنان وفي غيرها الآن هي من تقوم بضرب هذه الميليشيات عندما تكون هذه الدول أمام حليف من هذا النوع من المنطق أن لا تضحي بمصالحها وأن لا تضع مصالحها على المحك في حين أنها لا تثق بالتزام هذا الحليف خليني أعطيك ثلاث أمتلة بسيطة أنا أعلم علم اليقين بأن إدارة الرئيس بايدن التزمت بموضوع الأف 35 لأبو ضبي وحصل اتصال بين مسؤولين أمريكي وإماراتي وجرت تأكيد على هذا الأمر وآن ذا كان فيه تجميد في الكونغرس لبيع السلاح للمملكة العربية السعودية بذروة الخلاف بين إدارة بايدن والمملكة العربية السعودية وقيل للإماراتيين بأن الإمارات هي جزء من الملف بالمعنى السياسي ولكن بالمعنى العملي هذا الأمر سيتم كذب مباشر لم يحصل هذا الأمر النقطة الثانية هجوم 17-1-2022 اللي بالعقل الإماراتي هو 9-11 هو 11 أيلول الإماراتي لم تتصرف الإدارة الأمريكية حيال هذا الحدث كما ينبغي لحليف أن يتصرف وكما تتوقع الإمارات من حليفها أن يتصرف وهذا ما أدى فيما بعد إلى أن يجتمع وزير الخارجية الأمريكي مع الشيخ محمد بن زايد في المغرب ويعتذر عن تأخر الرد الفعل الأمريكي حيال هذه الضربات ونشر في الإعلام أنذاك قال الأمريكيون في الإعلام بأنهم قدموا اعتذار للإمارات أي أنهم اعترفوا بأن هناك مشكلة الملف الثالث هو اليمن اليمن كان قدم باعتباره ملف استراتيجي من وجهة نظر الدول الخليجية والإمارات كانت رأس حربة في هذا الموضوع قررت واشنطن أن تتعامل مع الموضوع باعتباره ملف إنساني وليس ملف استراتيجي لم تكن بمستوى التوقعات عندما خاضت الإمارات حربا ضد تنظيم القاعدة ضد تنظيم القاعدة في المكلة مش عم نحكي على خلاف سياسي مش عم نحكي على خلاف مع ميليشيات تنظيم القاعدة العدو الأول لأمريكا كانت الإمارات تحارب هذا العدو الأول لأمريكا وكانت أمريكا تؤطر مسألة اليمن بإطار إنساني ولم تقدم بما تمليه عليه التزامات حيال التحالف الإماراتي الأمريكي في اليمن هذه ثلاث ملفات رئيسية تجعل بالمعنى العملي من الصعب على دولة أن تأخذ قرار بأن تضع أمنة على المحك مقابل أو جراء التزامات تجاه حليف نقطة الأهم هذه أسباب عملية أسباب ثنائية أمريكية بس في أسباب استراتيجية أن الإمارات العربية المتحدة اختارت على المستوى استراتيجي أن تكون الدولة صاحبة مالتي ألايند ريليشنز يعني علاقات متعددة التحالف أو متعددة الولاءات أو متعددة التحالفات هذا الشيء نديم خلال السنوات الماضية صحيح العلاقة مع الصين العلاقة مع الهند العضوية في بريكس يعني هناك دولة أخذت قرارا هي حليفة لأمريكا وهي لم وإذا لحظت بالمقال بالمقال بيقول بوضوح أن الموقف الإماراتي يؤدي إلى أعباء لوجستية على أمريكا يعني لا يهدد مصالح أمريكية مباشرة يضع أعباء لوجستية شفنا أمريكا طيرت بي ون من أمريكا لضرب سوريا والعراق فبالتالي قادرة أمريكا وطبعا عند البوارج وعند قواعد أخرى في المنطقة وعند قواعد في قطر وموجودة وينما كان وبالتالي قادرة على عند مرونة عسكرية أن تتصرف في المنطقة إذا كانت مصالحها معرضة يعني لم تعتدي الإمارات على الولايات المتحدة أو على أمنة أو على مصالحها وذكرت لي أنه حليف لكن السؤال الأكبر اليوم هل لدى الإمارات ثقة كاملة بهذا الحليف بعد كل ما ذكرت ثقة كاملة لا يعني شوف يعني في أصول وفي قواعد للعلاقة الثنائية مع أمريكا لم تعد قائمة نحن لسنا في مرحلة ما بعد الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفيتي لسنا في مرحلة العدو المشترك الواضح أيام الحرب الباردة يعني في شيء بالفاونديشنز بأصص العلاقة تغير وبالتالي هذا سينعكس على مستوى التنسيق ومستوى الثقة ومستوى التضحيات المتبادل وإلى ما هناك الإمارات اختارت أن تكون عندها علاقة مع الصين مع بريكس مع الهند مصالح الاقتصادية تغيرت اليوم مبيعات النفط لآسيا يعني هي الأساس وليست مبيعات النفط للولايات المتحدة الأمريكية نعم هناك قواعد للعلاقة الأمريكية الإماراتي ثابت الجيش الإماراتي عتاده أمريكي تدريبه أمريكي عقيدته أمريكي الإمارات العربية المتحدة مركز تجاري مهم في العالم مرتبط بالدولار مرتبط باتفاقية سويفت وبالتالي جزء أيضا من أمن الإمارات يعتمد على التعاون الأمني والإنضار المبكر مع أمريكا هناك قواعد لهذه العلاقة إنما ليس كل البيض الإماراتي في سلة الولايات المتحدة الأمريكية كما عز ويف قال لي الإمارات ليست مقاطعة أمريكية لم تكن بيوم الأيام مقاطعة أمريكية حساسية الإماراتيين ودول الخليج عامة ومصر على مسألة السيادة الوطنية حساسية عالية جدا حساسية عاقلة في جزر إماراتي محتلة من قبل إيران طيب ما في اشتباك يومي إماراتي إيراني حول هذا الملف في إدارة عاقلة لهذا الموضوع تؤكد على سيادة الإمارات على هذه الجزر من دون أن يتحول هذا الملف إلى ملف استنزاف لمقدرات الدولة واستقرار الدولة وأمن الدولة وإلى ما هناك وهناك علاقات مع إيران المغرب لديه علاقات أيضا بهذا المعنى السيادي متوترة مع أسبانيا في سيبتا ومليليا ولكنه اختار أيضا خليني أقول النموذج الإماراتي في التعاطي مع سيبتا ومليليا وقدم على يعني استضافة مشتركة مع إسبانيا لكأس العالم المقبل يعني تجاوز مسألة الخلاف السيادي هناك علاقة عاقلة مع هذه المواضيع أنت لبناني تعرفي لبنان ضحى بكل مقدرات البلد بمزارع شبعة اللي مشكوك أصلا بهويته في هذا النموذج وفي النموذج الآخر اللي عم نحكي عنه عندهم حساسية على السيادة الوطنية إنما طبعا منهم مقاطعة إنما لديهم مصالح مباشرة مع أمريكا وهم ليسوا في موقع الاعتداء على أمريكا هم في موقع أنه أوكي أنت اخترت يا أمريكي أن لا تلتزم إلى الحد الأقصى بما نتوقعه منك ونحن لن نلتزم إلى الحد الأقصى وللمفارقة أنه اليوم الجانب الأمريكي يتخذ القرارات اللي كانت الإمارات تطلبها قبل سنوات ما هو اللي بدحك أنه كان يطلب من الإمارات والسعودية ضبط النفس وهن كانوا عم بيقاتلوا الآن أمريكا تقاتل وهم من يطلبونها من ضبط النفس من أمريكا وهذا الشيء ولد ببيان ببيان الخارجية السعودية بهذا المعنى كان شديد يعني هكي الزكاء خليني أقول ببيان مزوجين واللؤم بالاستعمال عبارة الضبط النفس أنه هلأ عم تحكين بضبط النفس نديم شو تداعيات اليوم هذا التسريب يعني اليوم الإمارات من خلال هذا النموذج اللي شرحت لي اليوم تقرر تقييد لربما الرد الأمريكي من داخل هذه القواعد اللي موجودة بالمنطقة هل سيكون لذلك أي تداعيات نحن نعلم الجانبين الجانبين اليوم على طاولة مفاوضات واحدة نبحث السلام لا أعتقد أن هناك تداعيات أصلا ليست المرة الأولى يعني أنت بتعرف أنه الإمارات العربية المتحدة انسحبت من التحالف البحري مع الأمريكيين بالدوريات البحرية لم يدخلوا إلى تحالف أمن البحر الأحمر بشكل مباشر يعني هناك الكثير من الهيكليات الاستراتيجية والعسكرية الإمارات اختارت أن لا تكون جزء منها لأنها لا تثق باستمرارية السياسة الأمريكية وضوح السياسة الأمريكية وخليني أقول الوضوح الاستراتيجي هذه دول لا تتحمل عدم الوضوح الاستراتيجي ولا تتحمل هذه النقلات التي تقوم بها واشنطن في واشنطن بعيدة محمية بمحيطين لديها دول بالجوار صديقة لها المكسيك وكندا نحن نعيش في منطقة مختلفة It's a different neighborhood It's a nasty neighborhood هذه منطقة خاصية على سكانها ودولها وكيناتها وإلى ما هناك وبالتالي لا تحمل الأمزجي المتغيرة لأمريكا دائما القيادة الإماراتية تقول واشنطن معنية بالسنوات الأربعة المقبلة بينما أنا كدولة معنية بالخمسين سنة المقبلة وبالتالي لا أستطيع أن تكون الخطط التي أفكر فيها رهينة السايكلز الانتخابية في أمريكا لكن نديم هناك من نعتبر هذه التسريبات بأن دولة الإمارات تخشى من رد فعل إيراني إن كانت حقيقة هذه الضربات ستطال الوكلاء بشكل كبير كيف فينا اليوم؟ أنا برأي أن أشجع القادي هم الذين يخشون على بلادهم أشجع القادي الذين يشعرون بالخوف أمام شعوبهم وأمام مصالح دولهم إذا كان هذا الأمر جبن فأشجع القادي هم الذين يتمتعون بهذا الجبن لأنه اللي بيخاف على بلده اللي بيخاف على مشروعه اللي بيخاف على ناسه اللي بيخاف على المواطنين اللي عايشين بهذه البلاد عشر مليون بني آدم كذلك الأمر بدول خليجية أخرى لا هذه هي الشجاعة الفعلية شجاعة الخوف هي شجاعة حقيقية وشجاعة مطلوبة أما أنه واحد يضحب الناس ويرمي الناس في التهلكة لتسجيل مواقف فهي أول نقطة ثاني نقطة أما وأنه في خشي إماراتي أو غير إماراتي من رد الفعل الإيراني إذا استخدمت هذه القواعد فهذا لأن هذه الدول لا تطيق بأن الحليف الأمريكي سيمشي معها إلى آخر الخط أنا هنا سؤال قبل أن ينتهي الوقت يمكن أنه انتهى وقتنا بس أريد أن أعرف منك نديم شو اللي يعيد الثقة اليوم يعني فيه صعب لأنه مبلشت معك الحديث أنه الموضوع مش فقط الثقة الموضوع ثقة يمكن إعادته طبعا تحريك ملف الـ F35 يعيد الثقة التعامل المختلف مع اليمن يعيد الثقة التعامل المختلف مع إيران يعيد الثقة كل ذلك يعيد الثقة إنما في هذه الأسباب وفي أسباب لا تعالج في أسباب لها علاقة بتغير حقيقي وجذري بتوجه الإمارات له مثل ما قلنا له علاقة بتعدد التحالفات لم تعد واشنطن الحليف الوحيد هي ربما الحليف الأول ولكنها ليست الحليف الوحيد وبهذه المعادلة بمعادلة لعبة الموازنة بين الحلفاء المصلحة مع الصين ومع الهند ومع بريكسو طب اليوم في مصالح مع إسرائيل أمريكا مختلفة مع إسرائيل طبعا مع هذه الإسرائيل والإمارات مختلفة مع هذه الإسرائيل طب كيف تدار العلاقة العلاقة مع المملكة العربية السعودية العلاقة مع المشرق العربي العلاقة مع مصر الملف الليبي ملف النفط والغاز ملف التجارة بالدولار ملف الأمن السيبراني كلها ملفات معقدة يعني طيب أنه واشنطن مثلا زعلت أنه لازم لازم الإمارات توقف العلاقة مع الصين بموضوع هواوي ديكنات هذا خيار استراتيجي على مستوى الاستقلال التقني والتكنولوجي لدولة الإمارات زعل الإمارات زعل الأمريكي هذا تمن في مين يختار يدفعه تم الحديث عن أنه في منشآت تطورها الصين في الإمارات مرافق عسكرية أو غير عسكرية طبعا الإمارات نفت هذا الأمر ولكن هذا تقرره الإدارة الإماراتية مثل ما في خلاف مع إسرائيل يعني أنه العلاقة الإسرائيلية الصينية مادة توتر بين بين إسرائيل وواشنطن أمريكا لا تستطيع أن تتعامل مع الشرق الأوسط كما كانت تتعامل معه في السابق في كلمة قال الرئيس باراك أوباما بمقابلته الشهيرة مع جيفري جولدبرغ بمجلة الأتلانتيك يعني كلام حقيقة غير لائق فري رايدرز وكأنهم يعني بدون يركبوا مجانا ركاب مجانيين اليوم أمريكا هي من يتعامل مع هذه المنطقة كفري رايدر تريد التزام تجاه مصالحها ولا تريد أن تكون ملتزمة تجاه مصالح من تطالبهم من حلفائها النتيجة شو أمريكا وصلت إلى مكان في المنطقة تواجه حلفاء لا يثقون بها وأعداء لا يهابونها أعداء لا يهابونها وحلفاء لا يثقون بها هذا هو واقع أمريكا في الشرق الأوسط لا الحوثي خيفان منها ولا حليفة واسق فيها تماما وهي في وضع يعني صعب جدا هي في وضع تستطيع تحمل ذلك مثل ما أمريكا دولة كبيرة نحن دول لا نستطيع تحمل ذلك بكل بساطة ولهذا اتخذت هذه الخيارات شكرا لك أندي مقطيش مدير عام سكاينيوز عربية شكرا لك على وجودك معنا بالستوديو الليلة